وانت معايا النهاردة طبيعة تكلمك عن الزمالك بس انا هاجي للزمالك دقائق وعايز اكلمك على فريق اخر طلقت معاك كثيرا كثيرا وابداعك كثيرا هو فريق الاسماعيلي ليه الاسماعيلي حاله زي ما هو من موسمين تلاتة حتى هزي اللحظة بيخسر اوه مبراطين في الدوري والاسماعيلي مازال في حال صحيح امكن عايز اكلمك بمنتهى الصراحة لان الاسماعيلي يا كابتن كريم من الاندية العزيزة على قلبي جدا واللي بحبها جدا واللي عشتي فيها افضل فترات تقلقي فيه كرة القدم في وقت من الاوقات واخر بطولة الدوري احنا خدناها مع النادي الاسماعيلي كانت بدون هزيم لعبنا 26 مباراة فزنا في 20 مباراة وتعدلنا في 6 مباريات فزنا ببطولة الدوري اللي كان الاداء فيه كان اجمل اداء لنادي الاسماعيلي في تاريخه واللي اتفق على كل جماهير مصر ان الاسماعيلي في السنة ده كان يستحق البطول الاسماعيلي تعالى نتفق ان بقاله 3 اربع سنين الشخصية بتاعة النادي الاسماعيلي مش موجود الاداء بتاعة النادي الاسماعيلي مش موجود التنظيم اللي انت بتشوفه يعني احنا مرة نشوف نادي الاسماعيلي بيقدي مباراة قوية جدا ومباراة تانية بيقدي في منطهة الضعف فالعناصر اللي في كل سنة بيتغير في الاسماعيلي من 16 ل 17 ل 18 لعيب لا الامور بتجري في النادي الاسماعيلي مع كل الاحترام للمسؤولين خلال الفترة اللي فاتت مش على المستوى الاحترافي الحقيقي اللي يقدروا يحطوا به نادي الاسماعيلي في المكانة اللي تليق بيه وتليق بجماهيره العظيمة لان جماهير الاسماعيلي يا كابتن كريم ما بيرضاش بالفوز العادي لا الاداء عند الجماهير الاسماعيلي والموت عند الاسماعيلي ان يشوف فريقه دايما بيقدم مرضوط فني عالي جدا انما لا بنشوف المرضوط ده خلال السنوات الاخيرة حتى شخصية النادي الاسماعيلي يعني ما تشوف مباراة المحلة الاسماعيلي خاصة انا اتنين وفيه تلات اهداف للمحلة تم إلغاءهم الاداء ما كانش يعني يرضي حتى اي حد موجود في الاسماعيلية فانا بتمنى من المسؤولين انهم ياخدوا بالهم كويس قوي ان الاسماعيلي ده حاجة كبيرة جدا طول عمره اسمه مسلس المسلس للكرة المصرية مع الاهل ومع الزمالك دايما الاسماعيلي دايما موجود في المسلس ده انما احنا بقالنا فترة بنشوف الاسماعيلي بيعاني وبينافس على الهبوط ولما بييجي يقعد من الهبوط بنفرح لا مش عايزين نفرح لا الاسماعيلي يا جماعة اكبر من كتب كتير الاسماعيلي ده بطل كبير جدا قدم عناصر كتيرة جدا للمنتخب اتمنى اتمنى من كل المسؤولين انهم يحطوا قديهم في ضنبع علشان يخلوا الاسماعيلي في المكانة اللي يتليق بيها واللي جماهيرهم بتتمنى وانا واحد منهم الاسماعيلي عرض عليك قبل كنت ضرب الفريق عرض علي فترة كنت ماسك فيها المحلة بس انا كنت مرتبط بالمحلة فكان لما كلمني حد من الناس الاسماعيلي كنت اعتذرت في الفترة دي لان انا كنت مرتبط مع غزة المحلة انا لو بفكر فيه انه كابتال عم حميد اه صحيح مش من ابناء الاسماعيلي ولكن اسم كبير في تاريخ الاسماعيلي فمن الاسماعي الابرز الكابتال حيب بسوري بيه الابناء يا كابتن كريم مش اللي اللي بدأوا يعني من نشيين اللي ارتدى فنلة الاسماعيلي و لو يوم واحد من ابناء الاسماعيلي اي حد بيرتدي تشرت اي نادي هو خلاص اصبح من ابناءه لانه دافع في يوم من الايام عن هذا القميص اللي هو غالي جدا عندي كل الناس فإحنا لما لبسنا وارتدينا تشيرت الإسماعيلي أصبحنا من أبنائه قتلنا عليه وحققنا معاه بطولة يمكن هي الأخيرة حاليا في نادل الإسماعيلي منذ دخول بطولة الدوري الإسماعيلي لم يحصل على أي بطول فبنتملة الإسماعيلي التوفي بالمناسبة الإسماعيلي والتدريب والمدربين جريده خسر أول مباراة والمهنسي حيالكومي ما أخفاش أنه كان بيفكر يحط في عقد الراجل وده كان حاجة معلنة وقاله معايا في مداخل أنه كان يحط في عقد الراجل لو خسر ثلاث مباراة واربعد يمشي بس الكلام ده في الآخر ما تحطش في العقد تفتقي الجريد ولو خسر مباراة أخرى يمشي عايز أقولك يا كابتن كريم أنا 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 مش مش مع الفكر ده إن إيه أحط في عقد مدرب لو خسر ثلاث مباريات أو أربع مباريات أو خمس مباريات يمشي لا إنت أنت بتشوف الفرقة على الأرض يعني ما تيجي تشوف فرق الدوري فيه فرق على الأرض ملهاش أي شخصية فيه فرق الأداء بتاعها بيتطور من مباراة لمباراة لما تشوف فرقتي ماشي بنظام وتبقى قاعد وشايف إن الفرقة ده منظمة في الحتة الدفاعية لما بتفقدوا الكورة التنظيم الدفاع بتاعها بيبقى عامل إزاي ولما بتستحوذ على الكورة التنظيم الهجومي بتاعها بيبقى إزاي والتحولات بتاعتها بتبقى إزاي تقول حتى لو 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 ما كسبتش تقول إن الفريق ده جاي وماشي في الاتجاه الصحيح إنما إمتى بقى تفكر لما تلاقي الفرقة بتاعت بتاعت بتاعتك أو الفرقة اللي إنت بتفكر إن أنت تتغير فيها ملهاش أي معالم الكورة بتيجي مع كريم كريم بيكتهد بإمكاناته الفنية كورة مع عب حميد عب حميد بيكتهد بإمكاناته الفنية طب فين الشغل الجماعي فين التنظيم الدفاعي فين التنظيم الهجومي فين الشغل التكتك اللي موجود مفيش لا هنا مفيش لازم تقف لا شكرا وابدأ دور على جيد وخاصة كل المدربين دلوقتي اللي قاعدين كلهم عملوا فترة إعادات بتاعتهم هم عملوا فترة الوديات بتاعتهم عملوا كل ما يعمل من أجل الفريق فإذا محدش حيظلم حد وقول ثلاث ماتشاط أربعة ماتشاط لا الفرقة معاك من بدري فبالتالي أنت مطالب على الأقل لو مش بتكسب يكون فيه شخصية للفريق إنما فيه بعض من الفرق لا شخصية ولا طعم ولا لون فبالتالي لا الكل لازم يعود حساباته ويجيب اللي يقدر يصنع ده وشوفنا يعني مثلا أما كان الزمالك الموسم ده كابتن كريم اللي خد فيه الدوري كل الناس تخيلت قبل ما يجي في إيرا إن الزمالك السنة دي حيبقى بعيد تماما عن مقدمة الدوري الرجل جاء بمجموعة لعيبة ناشئين على المجموعة اللي موجودة قدر النفوس ببطولة الدوري وأقدم مرضوط فني ترجمة نانسي قنقر